زي ما شفنا دلوقتي أداء مختلف تالت يعني شفنا الأول رئيس الجمهورية وشفنا وظابط أمن الدولة لكن وزير الداخلية بقى هذا المسلسل صاحب السعادة صنفه البعض على أنه مباراة بينك بينك وبين الفنان الكبير عادل أمامك قدرت تعمل دور وزير الداخلية باختدار شديد عملته إزاي ده أولا كان بيتكلم إزاي أنا بس أفتكلم صراحة كان ليه هبة يعني الحالية سيادة كان ليك هبة في المسلسل وما كانش طبعا مباراة بينك فونج ولا حاجة طبعا أستاذ عادل أمام قام عالمية ويا رب يعني الواحد يوصل لواحد من عشرة مما وصل إليه الفنان القدير أستاذ عادل أمام إنما أنا حاولت أجيد بكل وسيلة في الظور لأنت أجدت أول صراحة إنت يعني الحقيقة محدش تخيل وبعدين إحنا شفنا شفنا مثلا أستاذ كمال الشنوي عمل وزير الداخلية في الإرهاب والكباب وشفنا عمله إزاي لكن إنت عملت دور وزير الداخلية بالصرامة والجدية والشدة في التعامل مع ابنك في التعامل مع زوجتك اللي هي الزابط ده فيه مشاهد لطيفة جدا الحقيقة هو فكرة اللي هو يبقى من جوز الزابط له دي كمان جديد لا يواجيد أول أي واجيد أول صد إنما برضو على فكرة زي ما أنت قلت لأول مرة برضو في الدراما يتقدم وزير الداخلية وزير داخلية مصر بحياته العائلية بهذا الكم من المشاهد يعني كنت خايف جدا بصراحة يعني كنت خايف جدا لأنه دور جديد علي خالص فأكرت فيه زي يعني تعاملت معه ازاي هو كان لازم تعمله وزنة معينة كده إنه الدور حازم جدا وعصبي جدا وفي نفس الوقت بتطلع منه كوميديا كوميديا جندة وكوميديا موقف وفي الآخر بيتغير خالص بتبقى كوميديا صاريخة يعني فقلقت جدا وكنت حريص طول الوقت أنا والمخرج الفنان العظيم الراقي رامي إمام والأستاذ يوسف معاصي إن إحنا نحتفظ بكيان وهيبة الشخصية وفي نفس الوقت نقدم لمسة كوميديا ظريفة من خلال الشخصية دي كان صعب جدا الحقيقة بالنسبة لي وحاولت إن أنا أركز فيها يعني لدرجة إن أنا بعد ما خلاص مستوى أعصابي تعبد أنا أظن كتر تركيز كنت أتروح البيت وزير داخلية لا يعني يعني لما روح البيت لازم أبقى طب تصدقني أنا مش عايز أقولك وانت دخل عليها من شوية لو قلت الرجل دا الشكله دا لسه عايشوا دول وزير داخلية يعني صعب إن الواحد يعمل في البيت على الحكومة وزير داخلية ايضا ايضا